اطلق صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم بمقر ديوان الامارة بمدينة بريدة مبادرة اهالي منطقة القصيم للمشاركة في افطار جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي في شهر رمضان المبارك واشاد امير منطقة بالمبادرة التي وصفها بالانسانية واشار الى ان هذه المبادرة تأتي تقديرا من ابناء المنطقة لما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات في سبيل امن المواطن والوطن هذه ولله الحمد تأتي تقديرا من ابناء المنطقة كبارا وصغارا رجالا ونساء مزارعين ورجال اعمال لمقدار وقيمة ما يقدم في الحد الجنوبي من تضحيات لجنودنا البواسل ومشاركة مننا باننا وسط هذه البلاد وشمالها وشرقها وغربها كلهم قلبا واحدا وجسدا واحدا مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي